المصريين اللي في الخارج قالت ايه؟ ما هي كانت من ضمن الحاجات اللي بتقلل ان المصريين اللي في الخارج وتجد واحد مصري مثلا بيعمل عمرة واللي انتخابات شغالة يقول لك اخسارة انا عملت العمرة الحمد لله بس كان نفسي شارك هي عملت ايه؟ قالت حتى المصريين اللي امم مقيدين في الداخل في السبعة وعشرين محافظة لو في زيارة عمل او في رحلة او في فصحة او في مأمورية في الخارج يمكن ان يصوت في الدولة اللي هو فيها ببطاقة الرقم القومي او جواز الصفر حتى لو منتهي كمان حتى لو بطاقة الرقم القومي منتهي نمرة اتنين عملت لجان للوافدين كانت الناس تنزل الاول يا دكتور ازاي؟ تقول لي سيادتك انا نزلت بس انا مقدرتش اروح اللجنة بتاعتي الوقت داي والمواصلات صعبة ويه ويه لا عملت قالت للوافدين انتو حددوا المحافظة اللي حتكونوا فيها يوم عشرة او حداشر او اتناشر اللي انتو حتصوتوا فيها وحددوا الاماكن حنقول لكم ايه ونحدد لكم تلات اماكن اختاروا المكان ونقيدكم هناك تبقى لجان وفدين الامر اصبح ده كان ملاحظ كمان في موضوع اللجان المقتربين والوافدين ان هي جات زحمة جدا جدا بالمقارنة باللجان النظامية جنبها اللي هي محددة سلفة لان الوافدين كان عندهم عائق فعلا زي ما حاجة بزقا ايه كل ده سيادتك كان بيحيق المصريين طب انا هقولي سيادتك حاجة هل تعلم وسيادتك اكيد تعلم لانك حصل يعني رب الدكتور وفي الاعلام والكل يشيد بسيادتك ايه ايه انا اخليك 2018 كانت نسبة المشاركة 40.5% دي نسبة مشاركة الانتخابات رئيس مصر 27% اصوات بطلة من ال40 و5% 27% 27% اصوات بطلة هل هذا يا صح؟ لذلك حضراتكم في التلفزيون سواء الاعلام الخاص او الاعلام الحكومي في الراديو في كل شيء حددتوا ايه الاصوات البطلة ازاي عشان الناس لططع فيها ست سبعة حالات ما يقعوش فيها وقلتها وغيري قالها والصحة من قلوها وكلنا قلناها والمتخصصين قالوها لذلك مشاركة الشعب كانت كبيرة للهيئة الوطنية الانتخابات وضحت الامور بطريقة سليمة بسيطة وبعمل منضبط اشتركوا في القناة